يعني هذه العلمة ما الدكتورة ميلر المشهورة السويسرية الطبيب النفسية لما حللت شخصية هتلر ركزت على طفولاته البائسة واحد نشى له اب يضربه امه له الاسرة اليهودية اللي كان يشتعل عندها امه بيضربوها اذا قسرت يحبس الولد في الاماكن المغلقة فحصر عنده فوبيا من الاماكن المغلقة فكانت الدكتورة ميلر تسأل لماذا اراد هتلر ان يحطم العالم ارجعته الى الطفولة البائسة فشوف انا ممكن اطلع في كل اسرة هتلر للأسف بايه اتفاكك الاسري القسوة الزائدة وتدليل الزائد اتطرف اتطرف في اي شيء يعني الله يعني وانا على عهدك ما استطعت ما استطعت سبحان الله قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق المسألة وسطية كذلك اجعلناك امة فالشر في التضييق والاطلاق هذه الشخصية الغرسوية التي تنشأ في بيئة معقدة انا احذر الاسرة التي تراني الان وترى ولدنا احمد ان ان يعني حاذروا واجب علينا ان ننتبه الى طبيعة الولد والبنت في الصغر كيف الولد ده ممكن انا احطمه فبالضبط يكون عندي مشروع طاغية في المستقبل سواء على مستوى اسرته سواء على مستوى ادارة مدرسته او مستشفى التي يعني او مدينته او حاكما سبحان الله نحن بايدينا نصنع الطغاة لا يصنع الطغاة الا اسر حتى فاشلة اسر متدينة خلقيا ابو متسلط ابو لا يرى ادى نفسه الانا منتفق عنده ام سبحان الله غير سوية او منسحبة من الحياة او سلبية كل هؤلاء يخرجون الانا هؤلاء الطغاة اشتركوا في القناة